وانا بشوف كمان في الحتة دي جسيس نظار ان مشاكلنا كلها في بلادنا العربية ممكن تتحل في حالة واحدة بس لو اتبعنا الاله الحقيقي وانا هقول حاجة من ضمن الحياة تخيل انك انت عايش في بلد التعليم اللي بيتعلموه حب اعدائك تخيل انت عايش في بلد صلي لاجل الذين يسيقون اليك تخيل انت عايش في بلد بيقول له اغفر له تخيل انك عايش في بلد بيقول لك ضحب بنفسك من اجل حماية الاخرين غير لما تبقى عايش في بلد يقول لك لو اختلف عنك في اللون والجنس والدين والكلام ده اكتره فانا بشوف ان المحبة تقدر تجيب كل الخير لبلدنا لكن على العكس العكس التاني يعني لان مرات كتيرة بيقول لك المسيحية ليس لها شريعة ديارية الناس كلها تعرف شريعة المسيحية على فكرة بلاد الغرب اللي ناس اللي بتجري عليها عشان تاخدوا الحرية بنيت على الايمان المسيحي والمبادئ المسيحية عشان كده في حتى رغم انهما تركوا المسيحية كتير لكن لسه في المحبة استقبال الناس اللاجئين من البلاد يعني حوالينا بلاد كتيرة جدا جدا حوالي سوريا وحوالي العراق بلاد كتيرة يشتركوا في اللغة وفي الجنس وفي الدين حتى ما بيقبلوش اللاجئين لكن بيجوا الاف الاميال والناس بترحبهم والناس بتجدم المحبة لان فيه اساس مسيح للبلد